الفاعل منعوت ونعت يمكن أن يكون الفاعل في الجملة الفعلية مفردة أو مركباً بالنعت أي أن الفاعل يأتي مفردتين تصف فيه المفردة الثانية المفردة الأولى وتسمى هذه الصفة نعتاً والفاعل منعوتاً ويتبع النعت المنعوت في الجنس والعدد وفي المعرفة والتنكير مثال ذلك نزل مطر غزير نزل فعل ماضي مطر غزير فاعل مركب بالنعت مطر منعوت غزير نعت سامح الأب الحنون الإبن سامح فعل ماضي الأب الحنون فاعل مركب بالنعت الأب منعوت والحنون نعت يقوم التلميذ النشيط بعمل الواجب التلميذ النشيط مركب بالنعت فاعل ساعدت البنت المهذبة أمها في تنظيف البيت البنت المهذبة فاعل مركب بالنعت كل كلمة من الكلمات التالية غزير الحنون النشيط المهذبة تنعت الإسم الذي قبلها أي الفاعل وتدل على صفة فيه ولذلك تسمى نعتاً ويسمى الفاعل الذي قبلها منعوتاً التمرين الأول أقرأ النص وأفصل بين جمله أقبل البائع المتجول وجلس على الرصيف كعادته وضع العم سالم الصندوق الخشبية أمامه واستخرج الكتب والمجلات جاء ابن الجيران وصديقه فاشترى قصة شيقة وأتت البنت سعاد فاختارت مجلة الرياض وأخذ أطفال الحي تصفحون كتب البائع بشوق الإجابة إجابة أقبل البائع المتجول وجلس على الرصيف كعادته وضع العم سالم الصندوق الخشبية أمامه واستخرج الكتب والمجلات جاء ابن الجيران وصديقه فاشترى قصة شيقة وأتت البنت سعاد فاختارت مجلة الرياض وأخذ أطفال الحي تصفحون كتب البائع بشوق التمرين الثاني استخرج من الجمل التالية كل جملة ورد فيها الفاعل مركبا نعطيا منح الله الإنسان نعما كثيرا نالت البنت المتميزة جائزة قيمة زارت الأم وأبناؤها حديقة الحيوانات وقع الأرنب المغرور في الشرك الإجابة نالت البنت المتميزة جائزة قيمة وقع الأرنب المغرور في الشرك التمرين الثالث ضعنعة مناسبة في كل فراغ واشكله يضر الصديق صاحبة ربح التاجر يحب الإنسان الخير نزل الفارس عن الحصان نزل مطر من السماء الماكر الأمين المؤمن الشجاع غزير الإجابة يضر الصديق الماكر صاحبة ربح التاجر الأمين يحب الإنسان المؤمن الخير نزل الفارس الشجاع عن الحصان نزل مطر غزير من السماء ترجمة نانسي قنقر